أعزائي الطلبة والطالبات سيكون درسنا اليوم إن شاء الله في الاتزان الديناميكي لمقرر كيم ثلاثة من خلال هذا الدرس سنتوصل إلى هدفين رئيسيين وهما سنتكلم عن مفهوم وخواص الاتزان الكيميائي والهدف الآخر رايح نوصل إلى مفهوم تعبير الاتزان الكيميائي للأنظمة المتزنة مراجعات لبعض المفردات الأساسية التي يجب أن تكون حاضرة في ذهننا وهو التفاعل الكيميائي هي العملية التي يعاد فيها ترتيب درات مادة أو أكثر لإنتاج مواد جديدة مختلفة أنواع التفاعلات أعزائي الطلبة بيكون عندنا نوعين من أنواع التفاعلات الكيميائية النوع الأول هي التفاعلات التامة وهي عبارة عن تفاعلات يكون اتجاه سير التفاعل اتجاه واحد فقط يكون من المتفاعلات إلى النواتج اتجاه سير التفاعل وفيها تتحول المتفاعلات بالكامل لنواتج جميع المتفاعلات تتحول لنواتج ويمثل هذا التفاعل أو نمثل هذا التفاعل بغير الإنعكاسي وهو عبارة عن A plus B يعطيني المادة AB ونلاحظ أنه هو في اتجاه واحد لهذا التفاعل الكيميائي النوع الآخر من أنواع التفاعلات هي عبارة عن التفاعلات الإنعكاسية وهي تفاعلات تحدث فيها التفاعل في اتجاهين الطردي والاتجاه العكسي يمثل هذا التفاعل A يعطيني B مرة ثانية المادة B تعطيني A من خلال الاتجاه الطردي والاتجاه العكسي فبيكون عندي تفاعل ذو سهمين من المتفاعلات للنواتج ومن المتفاعلات اللي هي في الأساس كانت نواتج إلى المتفاعلات مرة أخرى بهذا الاتجاه لاحظ التفاعل الموجود اللي هو كمثال عندي H2 اللي هو غاز الهايدروجين مع اتحاده CL2 غاز الكلور يعطوني 2 مول من اللي هو HCL طبعاً نلاحظ أن هذا التحول في المواد المتفاعلة جميع المواد المتفاعلة أعطتني مواد ناتجة جميع المتفاعلات أعطتني جميع المتفاعلات كونت لي مواد ناتجة يسمى هذا النوع من التفاعلات بناء على ما سبق ذكره هو أنها التفاعلات التامة التفاعل التام هو التفاعل الغير الانعكاسي ملاحظات حول تفاعل غاز النايتروجين والهايدروجين نلاحظ هذا التفاعل أعزائي الطلبة هو تفاعل إنتاج الأمونية تفاعل لإنتاج الأمونية من خلال اتحاد غاز النايتروجين مع غاز الهايدروجين من خلال هذا التفاعل نلاحظ شنون تكون عندي العلاقة البيانية ما بين التركيز وزمن سير التفاعل زمن سير التفاعل أو تغير التراكيز خلال زمن الزير التفاعل يوضح لي أن حدث عندي تناقص في المتفاعلات النايتروجين والهايدروجين حدث عندي تناقص في المتفاعلات بالنسبة للنايتروجين والهايدروجين في حين إنه الـ NH3 الغاز الأمونية حدث عندي تزايد في تراكيزه أي بمعنى إنه تكون عندي من لا شيء من الـ H و الـ N عند زمن محدد نلاحظ إنه حدث عندي ثبات للتراكيز ثبات التراكيز هو يعرف بالاتزان الديناميكي ولاحظ هنا بأن الثبات ما بعد هذا الزمن نلاحظ إنه ما في تغير في قيم التراكيز في ثبات في قيم التراكيز والاستنتاج من خلال هذا نقول بعد مرور فترة من الزمن تصبح جميع التراكيز ثابتة والاتزان عند هذا الاتزان لا تتغير المواد المتفاعلة والمواد الناتجة عند هذا الزمن نشوف هنا تفاعل غازي النيتروجين بالأشكال نشوف الـ N2+, اللي هو 3H2 يعطيني 2NH3 لاحظ هنا في بداية التفاعل في بداية التفاعل كان عندي اللي هو الـ N فقط الـ N مع الـ H فقط عندي جزيئات النيتروجين وجزيئات الهايدروجين بعد مرور الزمن بدأ يتكون عندي جزء بسيط عدد مولات بسيطة من الـ NH3 بعدها ممرور زمن أكثر من الزمن اللي كنت عندي سلايد بي ارتكونت عندي زادة جزيئات الـ Ammonia اللي هي الـ NH3 لاحظ مع وجود اللي هو جزء الهايدروجين وجزء النيتروجين وهذه الفترة اللي تسمى بثبات الاتزان يتكون عندي تراكيز النيتروجين تراكيز الهايدروجين بالإضافة إلى وجود عندي اللي هو الـ H2 والـ NH3 بالإضافة إلى الـ N2 عزيز الطالب وصف ما يحدث عنده تكوين الأمونيا في بداية التفاعل أو في بداية يكون التفاعل طردي طبعاً إيش لون المثلة أنه يكون التفاعل طردي هو تمثيل التفاعل الطردي من خلال وجود سهم واحد فقط هو في الاتجاه الطردي باعتبار أنه اللي هو مول من الـ N3 مع الثلاثة مول من الـ H2 ينتاج مولين من الأمونيا هذا يكون في البداية يكون التفاعل طردي بعد مرور زمن يقل تركيز الهايدروجين مثل ما شفنا قبل شوي في الرسم البيانة انخفاض أو تناقص تركيز النيتروجين والهايدروجين مع مرور الزمن فتقل سرعة التفاعل الطردي هذا التفاعل الطردي تبدأ تقل سرعته وتزداد تركيز الأمونيا أي تزداد سرعة التفاعل العكسي التفاعل العكسي للتوضيح بأن الـ N3 مع الهايدروجين يكونون إليه كان الـ NH3 بالنسبة للتفاعل الطردي في التفاعل العكسي يحدث العكس أن الـ NH3 تتفكك إلى الغاز النيتروجين وغاز الهايدروجين فبالتالي يكون عندي تفاعل طردي وتفاعل عكسي التفاعل الطردي في تكوين الأمونيا والتفاعل العكسي في تفكك الأمونيا لتكوين الهايدروجين والنيتروجين أي بعد فترة من الزمن نجد أن سرعة التفاعل العكسي تساوت مع سرعة التفاعل الطردي أي أن التفاعل تكون الأمونيا مع تكون الهايدروجين والنيتروجين حدث في تساوت وعندها يقال أن التفاعل قد وصل إلى مرحلة الاتزان وصل إلى مرحلة الاتزان في تمثيل مرحلة الاتزان يكون بهذا الشكل الـ NH تكوين الـ NH3 في الأمونيا وتفكك الأمونيا إلى النايتروجين والهايدروجين فيسمى بالتفاعل الانعكاسي أي التفاعل الطردي والتفاعل العكسي في آن واحد ويعرف الاتزان الكيميائي من خلاله أنه حالة تتساوى عندها سرعة التفاعل الطردي مع سرعة التفاعل العكسي أي أن الكميات التي تنتج هي مساوية للكميات التي تتفكت وبهذا الشكل يكون حدث عندي اتزان ديناميكي أي أن معدل سرعة التفاعل الطردي تساوت مع سرعة التفاعل العكسي طبعاً إذا بنشوف التفاعلات الكيميائية هل يوجد اتزان في التفاعلات الكيميائية؟ نعم يوجد اتزان في التفاعلات الكيميائية وتسمى بالاتزان الكيميائي طبعاً هل كل التفاعلات الكيميائية يحدث فيها اتزان كيميائي؟ بالطبع لا لأنه ليس جميع التفاعلات تحدث في اتجاه انعكاسي أي في اتجاه طردي أو اتجاه طردي مع اتجاه اللي هو عكسي للتعبير عن ثابت الاتزان الكيميائي للمعادلة الكيميائية عندي معادلة كيميائية تحتوي على متفاعلات ونواتج في اتجاه طردي بالإضافة إلى اتجاه العكسي أي هذه المعادلة امتلكت جميع شروط التفاعل الانعكاسي التفاعل الطردي والتفاعل العكسي أيضاً من خلال المعادلة نلاحظ وجود المتفاعلات اللي هي A B مع موجود نواتج C وD في اتجاه الطردي ولكن في الاتجاه العكسي أصبحت D ومادة C هي المتفاعلات والنواتج B وA ولكن ما المقصود بهذه الرموز اللي هي A والB والC والD small letter الموجودة هي عبارة عن معامل المعادلة أو معامل المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في المتفاعلات والنواتج للطردي والعكس بالنسبة للعكسي وهذا مر علينا في مقرر كيم 102 ووضحنا بأن A هي عبارة عن معامل يكتب عبارة عن رقم لتوضيح عدد المولات المتفاعلات والنواتج ويستخدم أيضاً لوزن المعادلات لاستخراج قيمة K-AQ هي عبارة عن قيمة عددية K-AQ هي عبارة عن قيمة عددية وتمثل بالنواتج مقسوماً على المتفاعلات وهنا يأخذ في الاعتبار التفاعل الطردي والعكسي ونلاحظ أن وجود المواد المتفاعلة للمعادلة هي تكون تركيز المواد الناتجة في البسط وتركيز المواد المتفاعلة في مقام القيمة K-AQ العددية طبعاً ما المقصود بالK-AQ هي قيمة العددية لنسبة تركيز المواد الناتجة إلى المتفاعلة يعني المواد الناتجة إلى المتفاعلة هي تمثل لي قيمة K-AQ ودائماً تكون قيمة K-AQ ثابتة عند درجة حرارة معينة أي بتغير درجة الحرارة تتغير قيمة K-AQ ماذا نستفيد من قيم K-AQ؟ بعد ما نمجد اللي هو الثابت الاتزان لما تكون K-AQ أكبر من واحد هنا نتوصل إلى أن تركيز النواتج يكون أكبر من تركيز المتفاعلات بينما إذا كانت قيمة K-AQ أقل من واحد فإن تركيز المواد الناتجة ستكون أصغر من المواد المتفاعلة بينما إذا تساوت ما يقارب ما بين K-AQ تقريباً تساوي واحد فإن هذا الاتزان يحدث بين المتفاعلات وتركيز النواتج تكون تقريباً مقاربة لبعضها البعض وبهذا الشكل أعزاء الطلبة انتهينا من الجزء الأول من الاتزان الديناميكي ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة لاستكمال درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته